فيلمنا بيبدأ مع هانا مونتانا وهي مغنية مشهورة عندها 16 سنة بس بتجهز علشان تطلع تغني في حفلة كبيرة واستجامهية كتير بيحبوها وبيساعدها باباها وبيشجعها بس بيقولها انها تجهز بعد الحفلة لان عندها غسيل اطباق لما تروح البيت وبنعرف انها بعيدا عن شخصيتها كمغنية مشهورة هي عايش حياتها كبنت عادية جدا واسمها الحقيقي مايلي وبتلبس لبست عادي جدا وبتعمل كل حاجتها بنفسها وفي يوم بتصور هانا كليب وبعدها بتخلص بتدخل قدتها عشان تغير هدومها وفجأة بتشوف واحد دخل وبتتخضى منه فبيقول لها انه عاوز توقعها عشان يوري البناته لانهم بيحبوها ولما بتدخل مديرة اعمالها وبتشوفه بتقول لهانا وتتكلمش معاه لانه صحف في مجلة بتنشر الفضايح بس وبتتخنق معاه عشان يخرج برا وقبل ما بيخرج الصحف بيسيب في قدتهم كاميرا عشان يسجل لهم الكلام اللي بيقولوه ووقتها بتحذرها مديرة اعمالها من انها تكون اتكلمت معاه وحكيت له سرها وبعد ما بيخرجوا من القوضة بيروح الصحف ياخد الكاميرا وبيسمع اللي قالوه لكن ما بيعرفش ايه هو السر المخبيات وبيتصل برئيسة الجريدة اللي بيشتغل فيها وبيحكي لها فبتقولوا انهم لازم يعرفوا اي تفاصيل او فضايح عن حياتها علشان ينشروا المقال بسرعة وتاني يوم بتروح هانا المدرسة وهناك بتتعامل بشخصية مايلي شخصية البنت العادية وبعد ما بيخلصوا اليوم الدراسي بتشوفها صحبتها ليلي وبتقولها ما تنساش تجي حفلة عيد ميلادها وبتوعدها هانا انها تروح لكن بتستأذنها وبتمشي لان عندها حفلة مهمة ولازم تجهز لها وبتقابل مديرة اعمالها وبيروحوا علشان يشتروا هدوم الحفلة وهناك بتقرر انها تجيب معاها هدية الليلة صحبتها علشان عيد الميلاد وبتشوف جزمة وبتعجبها لكن لما بتيجي تشتريها بتلاقي في واحدة تانية عايزة نفس الجزمة عشان تاخدها هدية لصحبتها فبتتعصب عليها هانا عشان تدهلها بس ما بتوافقش وبيتخنقوا هما الاتنين وبيضربوا بعض وبتصورهم الصحافة وبعدها بتنزل مع مديرة اعمالها وبتركب العربية وبتبقى متضايقة جدا انها ما جابتش الهدية لصحبتها وفي نفس الوقت لانها عايزة تغير هدومها وتروح بشخصية مايلي ما بتقدرش تعمل ده لانها بتشوف الصحفي ماشي وراهم ومرائبهم وفي الوقت ده بيكون بابها عمال يتصل بيها عشان تروح وتودع اخوها قبل ما يسافر وليلي كمان بتكلمها لانها تأخرت على الحفلة بس ما بتردش عليهم ولما بتوصل حفلة عيد الميلاد كل الناس بيسيبوا ليلي وبيهتموش بيها وبيجروا على هانا لانها رايحة بلبسوا شخصية المغنية المشهورة ووقتها بتتدايق منها ليلي لانها خطفت منها الانظار في عيد ميلادها وتاني يوم بتنشر في كل الصحف والاخبار صور خنايتها مع البنت على الجزمة لما بيشوفها بابها بيتعصب جدا عليها وبيلومها على الفضايح اللي عملتها وبيقولها انه هيخدها معا القريتهم اللي تولدت فيها عشان تحضر عيد ميلاد جدتها لكن هانا بترفض وبتقوله انه عندها حفلة في نيويورك ولازم تروح تحضر لها لانها هتستلم فيها جايزة وهتروح بالطيارة الخاصة بتاعتها وبتحاول مديرة اعمالها كمان انها تقنعها وبيضحك عليها بابها وبيخدها فعلا بالطيارة الخاصة لكن بيوديها لقريتها القديمة وبتتفاجئ هانا لما بتنزل وبتدايق جدا فبيقول لها بابها ان شخصية هانا قصرت عليها واخدت كل وقتها وحياتها وانه اتفق معها من البداية لما وافق انها تغني انها تحتفظ بشخصيتها كمايلي وتحافظ على علاقتها بأهلها وبيهددها انه هيخليها تبطل تغني تاني وقتها بتتعصب جدا وبتقوله ان هانا بقت بتمثل جزء كبير منها وما تقدرش تعيش من غيرها تنزل من العربية وبتطلب منه انه يرجع هانا لنيويورك عشان تحضر للحفلة فبيقول لها بابها تجرب تبعد عن شخصية هانا لمدة اسبوعين بس وتعتبر انها في فترة اعادة تأهيل وبيقرر انه يسيبها لوحدها مع الحصان بتاعها وبيقول لها انه هيستنيها تجي لهم البيت وبيسيبها وبيمشي بالعربية وبتشيل ماي للبروكة واللبس بتاع هانا وبتقرر انها تاخد الحصان بتاعها عشان تروح البيت وراهم لكنها اول ما بتقرب منه بيجري منها وبيوقعها على الارض وفجأة بيظهر شاب اسمه تريفس وبيروح يجيب لها الحصان وبيعرف انها مايلي اللي كان بيحبها زمانهما صغيرين ولما بتقوله انها هتقعد اسبوعين بيقول لها انه مش هيستحمل عيشة معاهم في المدة دي لان الحياة في القرية مختلفة عن المدينة وبتعرف مايلي انه بيشتغل في المزرعة عند جدتها ولما بيوصلها للبيت بتدخل مايلي وبتلاقي في ناس كتير في بيت جدتها بيغنوا معاها وبيحتفلوا بعيد ميلادها وبتفرح جدا جدتها لما بتشوفها وبتقول لها ان امنية هتحققك وبيكملوا عيد الميلاد وبتعرف الجد الاب على واحدة اسمها لورا وتاني يوم بتسحى مايلي من النوم بكل نشاط وبتقرر انها تثبت لباباها انها تقلمت وتغيرت وما نسيتش اصلها عشان يرجعها تغني تاني فبتقولهم انها هتروح المزرعة عشان تأكل فراخ بس بيبقوا مستغربين من تصرفاتها ولما بتروح المزرعة بتعرفش تعمل حاجة وبتفضل تغني وترقص لحد ما بتقع على الارض وبتبوز هدومها وبتطلب منها جدتها انها تغير هدومها عشان تروح معاها السوق وهم وفي طريقهم بتشوف مايلي لوحة كبيرة مكتوبة عليها تبرعوا لانقاذ مزارع القرية لما بتسأل جدتها بتقول لها ان صاحب المزارع دي مات والمزارع عليها ضرائب كتيرة ولو ما تدفعتش هتتبع للمستثمرين هيهدوها ويبنوا مكانها مولات ومباني ويحاولوها المنطقة سكنية ويغيروا شكل الريف وعشان كده هما بيحاولوا يجمعوا فلوسها عشان يمنعوا انه ده يحصل لما بيوصلوا السوق بيقابلوا ناس من المستثمرين اللي عايزين يهدوا المزارع ويبنوا مكانها واللي بيحاولوا يتكلموا مع الناس ويقنعوهم ويبنوا على مايلي انها معجابة الفكرة وبتبقى عايزة تسمع منهم اكتر وبتتدايق منها جدتها لانها بتحس ان قريتها مش فرق معيها بتتعصب عليها وبتقول لها انها لو عايزة ترجع لنيويورك وتغني تاني تروح وبتقول لها ان المفروض قريتها دي تبقى حاجة كبيرة بالنسبة لها وتفتخر بيها فبتحس مايلي انها غلطانة وبتعتذر له وفجأة بتشوف الصحف اللي بيرقيبها دايما واقف بيسأل عليها الناس اللي في السوق فبتقرر انها تعمل فيه مقلب وتوقع عليها عربية البطاطس فبيقع على الارض بعدها بتروح تقومه هي وجدتها وبيسألهم عن هانا منتانة وبيقول لهم ان عارف ان دي قريتها بتقول له مايلي انها صاحبتها وهي تعرفها كويس بتوصف له هي وجدتها عنوان غلط عشان يتوهوه وبيسمع كلامهم فعلا وبيروحوا بيلاقي انه بيت مهجور وبيتبهدر وبيقع في بركة مايلي وفي الوقت دا بتكلمه ودرته في الشغل وبتسأله لو كان وصل لعنوان هانا منتانة ولا لأ ومش بياخد باله وهو بيتكلم معاها وبتجيله مكلمة من بناته وبيسمعوها وبيقول اسمها هانا منتانة وبيفرحوا جدا لانهم بيبقوا فاكرين وقابلها وبيقولوله ان هم لازم يجيب لهم منها ثوقيع وفي الوقت دا بتكون مايلي في المزرعة وبيسمعها تريفوس وهي بتغني اغنية جديدة وبتقوله انها هي اللي كتبها لكلماتها فبيقولها انها مش عجباه وبيسيبها وبيمشي فبتخرج مايلي ولا بتفضل ترحى عليها عشان يقولها هي ليه مش عجباه فبيقولها ان كلماتها الاغنية مش شبهها ولا شبه شخصيتها ولما بتسأله مايلي هي ليه بتشتغل في المزرعة عند جبدتها رغم ان المزرعة عليها ضرائب فبيقولها ان كل واحد لازم يبدأ مستقبله خطوة بخطوة وهو اكيد في يوم هيوصل لللي هو عاوزه ويحقق كل احلامه وبعد ما بيخلصوا شغل في المزرعة بياخدها بيوريها كل الاماكن الحلوة في القرية وبيغنوا مع بعض وبيقربوا البعضاء اكتر وتاني يوم بيبقوا عاملين حفلة عشان يجمعوا تبرعات للقرية بتاعتهم وبيطلبوا من اي حد استوح حلو انه يطلع عشان يغني ولما بيغني والد مايلي بيعجب بيه كل الناس واللي بيكون منهم لورا لكنه بتعامل معها بتجاهل وعدم اهتمام ولما بتلاحظ مايلي بتروح تقوله يقرب منها لانها باين عليها انها معجبة بيه وبيسمع بابوها بنصحتها وبيروح يتكلم معاها وبيحكي لها انه مرتبط ببنته زيادة عن اللزوم من بعد موت مهمتها وبياخدها وبيرقص معاها وفي نفس الوقت بيرقص تريبس مع مايلي وبعدها بيخلصوا بيقناعها انه صوتها حل ويخليها تطلع تغني وبيتفاعلوا معاها الناس وبيرقصوا وبعد ما بتخلص بيوصل للحفلة واحد من المستثمرين فبيقول تريبس لكل الموجودين ان لولا قالت له انها تعرف المغنية المشهورة هانا مونتانا وتعتبر صاحبتها وانقذت حياتها قبل كده وممكن تكلمها وتخليها تيجي تغني عندهم ويجمعوا تبرعات من الحفلة بتاعتهم وساعتها بيفرحوا كل الناس لان ده الحل الوحيد اللي ممكن ينقذهم من اللي هم فيه وبتضطر مايلي انها توافق ووقتها بيبقى الصحفي موجود في الحفلة سمع كل اللي قالوه وعدها بتقرر مايلي انها تتفق مع علانة صحبتها تمثل ان هي هانا مونتانا وتخليها تلبس البروكة واللبس بتاعها ولما بتوصل ليلي بتكون متنكية في شكل هانا وركب عربيتها وكمان معها المساعد بتاعها وبتنزل مايلي تسلم عليها وتستقبلها وبيفتكرها كل الناس انها فعلا هانا المغنية المعروفة وبيبقى الصحف يمرأي بالبيت من بعيده وبيفضل يصورهم وبتاخدها مايلي وبتطلع قوضتها بسرعة وبتتأسف لها على اللي عملته يوم عيد ميلادها وكمان ليلة بتتأسف لها انها قاريت للصحفي على مكان قريتها وفي الوقت ده بتطلع لورة لقوضت مايلي وبتبقى عايزة تشوف هانا عشان تعزمها على حفلة عاملها العمدة بتاع القرية بتاعتهم عشان يحتفل بيها واول ما بتخبط عليهم بيتوثروا جدا وبتعمل ليلة نفسها انها نايمة وبتخبي وشها عشان محدش يكشفها وبتوافق انها تروح لحفلة وبتروح مايلي تقول لباباها ان لورة فوق مع ليلة اللي فاكرة انها هانا فبيطلع بسرعة عشان يخليها تنزل قبل ما تكشفها بعدها بتتكلم مايلي مع ليلة عن تريفيس وبتقول لها انها معجبة بيه لكن هو لحد دوقتي ما قال لهاش انه معجب بيها فبتخترح عليها ليلة انها تلبس لبس هانا مونتانا وتروح تسأله عن مايلي واذا كان بيحبها ولا لا فعلا بتسمع مايلي كلامها وبتقابله بشخصية هانا مونتانا وبتسأله فبيقول لها انه بيحبه مايلي ومش شايف غيرها وبيفكر انه يعزمها على عشاء ويقول له وفعلا بتشجعه بتقوله يروح بسرعة للمزرعة يعزمها لانها هناك وبتطلع مايلي تغير هدومها وبتروح للمزرعة عشان تقابله وبتوافق على عزومته ليها اللي بتكون في نفس اليوم بتاع الحفلة اللي عاملينها لاستقبالها وبتضطر انها تغير هدومها في وسط الحفلة علشان تروح تقابله على انها مايلي وقبل ما يعترف لها بحب وبيجي لها تليفون وبيقولها انها لازم ترجع الحفلة بسرعة لان كل الناس بتسأل عليها فبتضطر انها تسيب تريفز وترجع تلبس باروكا ولبس هانا مونتانا وبتقضي الوقت ما بين شخصية مايلي وشخصية هانا لحد ما بيشوفها تريفز وهي مسكة البروكا في ايدها وبيفهم انها كان بتكذب عليه وان مايلي هي هانا مونتانا وبيتدايق منها وبيسيبها وبيمشي وكمان بتشوف مايلي الورا وهي بتتخانق مع باباها ان الحفلة اللي هي نظمتها بوزت وبسببها فبيتعصب عليها وبيقولها انه ما عندوش وقت يدخل في علاقة مع حد وان بنته محتاجاه واحقل كل وقته لازم يكون معاها وتاني يوم بتسحى ليلة من النوم بتشوف مايلي وهي نايمة في المزرعة قد ما خلصت كل الشغل اللي فيها وغيرت شكلها وجددتها لما بيشوفها جدها ولما بتشوفها جدتها بتقولها انها فخورة بيها وباللي عملته لوحدها وبعدها بيجي معاد الحفلة اللي هتغني فيه هانا مونتانا وبيجي ناس من اماكن كتير وبيتبرعوا بمبلغ كبيرة وكمان بيقرر تريفيس انه يروح يحضر الحفلة ويحضرها وبعد ما هانا بتغني بتقرر انها تعترف لكل الناس بالحقيقة بتقولهم انها مش قادرة تجذب عليهم اكتر من كده وبتشيري البروكة وبتغني من غيرها وبعد ما بتخلص بيشجعوها كل الناس وبيقولها انهم حبينها باي شخصية وبتقولهم انها طفلة صغيرة وبتيجي تفلة صغيرة تاني تقولها انها عايزة تلبس البروكة لانها بتحب هانا مونتانا فبتتشجع مايلي وبتلبسها لكن فجأة بتشوف الصحف اللي بيرائبها دايما وقف بيصورها وبتحاول انها تمنعه لكن بيهرب ويجري وبيجري ورا الناس فبيهددهم انه هيبعت الصور للمجلة وفجأة بيشوف بناتو جايين عشان يحضروا الحفلة وبيقولوا انهم مبسوطين ونفسهم يشوفوا هانا مونتانا وقتها بيعرف ان مديرة اعمال هانا مونتانا هي اللي ادتهم تذاكر عشان يجوا يحضروا وبتقولوا انه لو نشر الصور والفضايح اللي معاه هيضمر بناته قبل اي حد لانهم مهوسين بيها وبيحبوها وساعتها بيقرر الصحف انه يتصل بالجريدة وبيقولهم انه مش عايز يشتغل معهم تاني وبيستقيل عما تريفس فبيعترف لمايلي بحب ليها وبعدها بتطلع تغني وسط الناس اللي بيحبوها وبتقدر بالتبرعات اللي بتجمعها من الحفلة انها تنقذ مزارع قريتها الفيديو ده كتابته امان ماهر وسجلته امال عقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو انا يعني وفلو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والانيمي سليم